اشتركوا في القناة احد السياح لطريقة ايه الميزيم اللي هو ايه المتحف فالسياح بيقول لعلي مصر دولة لطيفة جميلة انت مصري اه ليس كذلك ده السؤال المزيل اللي خدنا في سنة تانية اعدادي فقال له ايوة انا مصري في سؤال قال له انا هطل انا في فندق انا مقيم فندق يبقى عندنا السؤال اين انت مقيم الان وبانها اقامة مؤقتة مش دائمة فانشتقلت بانه زمن المدرع المستمر اللي هو ام و از و ار و اي ان اي جي وكلمة يقيم يعني تبقى يبقى اين ها تقيم فقال له يجب كامل مدة التي ستقضيها في مصر هنحزف كلمة ونبدل الفعل ما كان الفاعل يبقى وقال له اي مدة اه لما انت عاوز لاني تحت عندنا هنا في ما كانش بيدينا اي تلميح عن الوقت يعني فهو سبها لك انت مفتوحة يعني في عندنا سؤال قال له هزور بكرة الاهرامات واضح ان عالي سأله سؤال ناوي تعمل اي بكرة ماذا ستفعل غدا يبقى ينفع عندنا ينفع ينفع عندنا اين ستذهب غدا ينفع برضو واضح ان عالي هنا بيتمناله وقت لطيف وقت طيف فقل له عندنا فكان الرد عليها ايه روح السؤال التاني هو سؤال المواقف عليه ثلاث دراجات في الانتحان اسأل صاحبك عن المادة اللي بيحبها هو بيقول ابقى انا هكون سؤال لو عندنا ونحط برضو طبعا ماما بتقول لك عملت ايه في الانتحانات عبر على التأكيد عايز تقول لها ان اكيد هجيب الدرجة النهائية اكيد هطلع الاول اكيد هطلع اول على المدرستي يبقى لها عندنا تأكيد ان انا اكيد هحصل على الدرجة النهائية كل دي عندنا اسمها افقرك بسرعة بالتأكيد عندنا تلات تعبيرات لو انت متأكد مية في المية وجملة مثبتة يبقى مصد مصد بي المفروض يعني او مصد مع مصدر لو انت متأكد مية في المية بس الجملة المنفية يبقى نفي بتاع مصد كانت بي كانت ايه بي اما لو انت انسورتن يعني مش متأكد يبقى مية ايه مايت بي او مية مع مصدر طبعا شفت الرجل عجوز بيعد الشارع ايستعرف اذا كان محتاج مساعدة او لا او انت تعرض عليهم مساعدة يعني فاقول له او لاتني اندول هما اسمهم تقديم مساعدة او عرض مساعدة قطع لما قد النهاردة عن الكمبيوترز قطع الكمبيوترز عليها في الامتحان خمس دردات حاسب الآلي من اهم الاختراعات في العصر الحديث او في العالم الحديث زمان الحاسبات كانت ضخمة وكانت غالية مش اي حد كان يقدر يشتري جهاز كمبيوتر في الاول واصبح عندنا في كل بيت في جهاز كمبيوتر الشيء الغريب في الحاسبات دي تتطور باستمرار كمبيوترز هيلب دوكتورز تونوزا دي سيسيسز الكمبيوترز بتساعد الاطباء ان هما يشخصوا المرض كويس وبالتالي يقرر افضل دواء للمريد ويساعدوا العلماء في حل المشاكل المعقدة عشان يعرف تجهاته اثناء الطيران المدرسين بيستخدموا الحاسبات عشان يخلوا الدرس ممتع او شيق والطلبة بيستخدموا الحاسب الآلي للبحث او لإيجاد المعلومات لهم محتاجينها ومع ذلك مع هذا الاستخدام المفيد جدا جدا اصبح عندنا معظم الشباب استخداموا الحاسبات لعب الجيمز اول سؤال عندنا تشخيص المرض والعلاج الصحيح يبقى عندنا بيساعدهم يعرفوا الامراض عشان يقرروا الدواء المناسب لكل حال ازاي الحاسبات زمان كانت صفة عند الوقت قلنا في صفتين اتنين في الحاسبات زمان عند الوقت كانت زمان huge and expensive يعني عندنا كيف المدرسين يجعلوا دروسهم جذابة او شيقة طبعا باستخدام ايه الكمبيوتر يبقى they use computers in lessons في الدروس ليبقى to show graphs عشان يعرض رسم بقاني حي كده ولايف على شاشة الكمبيوتر او videos كمان والدرس بقى فيه عندنا كده فيديوهات صور متحركة بيخلي الدرس شايق اكتر للطلبة كمبيوترز are all the time الحاسبات تتطور يبقى عندنا اسمها ايه developing هي يدجى لضخم تشيب يعني نخيص هارمفول يعني ضار او مؤذي use computer to know their direction من الذي يستخدم الحاسبات لمعرفة اتجاهات هم الطيارين هم اسمها ايه pilots روح على الريدر black beauty farmer grey طبعا ده خلاص بمشروع عندنا جدا give healthy food to his eh horses كان يعطيه طعم صحي للحقيون jo green طبعا ده المساعب بتاع ايه بتاع جون منلي يبقى عندنا was john's new helper black beauty يبقى صح عندنا was hot as he ran all the way to the town كان جسمه سخني جدا لانه كان بيجري طول المسافة للمدين mrs gordon had to move to warmer climate اضطرت تنتقل الى مناخ ادفأ من مناخ ايه انجلتر فكرك تاني السؤال ده في اللي انتحنت غير بدل ما هيجي لك خمس اسئلة ذلك كده عن احداث القصة هيجي لك سؤالي الاتنين بس واللي سؤالي هيكون ايه critical thinking زي السؤال رقم ثلاثة هنا ورقم اربعة دول critical a thinking لهو رأيك انت في احداث القص why did john ride black beauty to another village during the night ليه جون منلي ركب black beauty وراح قارية تانية ليلا قلنا عشان بيحضر دكتور وايت عشان يساعد الزوجة يبقى عندنا to bring a doctor white who helped mrs gordon as as يعني because she was very ill لكي يحضر دكتور وايت الذي ساعد السيدة جوردون لانها كانت مريضة how did john take the horses from the burning stables ازاي جون منلي قدر يخرج الخيول برا للاستابلات المحتلقة المشتعلة بالرغم ان ده شيء صعب جدا قلنا عمل حاجة فيها خبرة التعامل انه يتحدث مع الخيول بلطف وبرقة وبالراحة كده قلنا he spoke to them تحدث معهم kindly بطيبة and softly نبرد صوته ما كانش فيها توطر so they fall with him out عشان كده قدروا يتبعوه ويخرجوا برا للاستابلات do you think that it was natural for ginger to change her bad behavior هل كان طبيعي لجينجر او للخيول يعني انها تغير تصرفاتها السيئة طبعا وليه هنقول ليه دلوقتي قلنا yes ايوة عادي جدا ان الخيول او اي حيوان يحسن التصرف امتى بقى as or because people in birtwig park were very kind to hear لما يلاقي معاملة الناس جيدة ومختلفة عن معاملة الناس القاسية من قبل اكيد السلوكيات تختلف وتتغير حتى الانسان كده لو حد بعملك وحش فانت هتعمله وحش لو حد عملك كويس بتبدأ تعمله كويس ده اسمه عندنا ايه changing the bad behavior تغيير السلوك السيئ in your opinion في رأيك in your opinion في رأيك was square gordon grateful هل square gordon كان ممتن كان شكور كان ممتني للجميل to black beauty هل كان حابب صرفات black beauty وكان شاكر لي جدا يعني طبعا قلنا ايه وانقذ هو مرة وذوقته مرة قلنا عندنا and saved his wife when she was ill وانقذ كمان لما كانت مريضة انه قدر يحضر دكتور وايت آآ لعلاجها يعني who helped black beauty learn to pull a carriage مين ساعد black beauty انه يتعلم يجر العربي السؤال ده خدع شوية مين ساعد black beauty في جر العربية ginger لكن مين علمه في الاول his a his mother helped him الام اللي علمته ازاي يجر العربات الاول عند مين عند نروح على سؤال the train to Alexandria at six o'clock اي مواعيد سابت يا شاب عندنا زي معادة القطرات مواعيد السينما مواعيد التلفزيون مواعيد الطبيب مواعيد المدرسة تبقى مضارع بسيط يعني الفعل يكون مصدر او فعل اخره ايه اس بما اننا عندنا القطر المفرد فهناخد فعل اخره اس المفرد يبقى الصحة كلمة ايه تاني اي حاجة في يعني في جدول المواعيد تبقى مضارع بسيط مصدر او فعل اخره اس مصدر مع الجامع لو قلنا trains او فعل اخر اس مع المفرد اللي هو كلمة ايه the train you need when you want to travel to another country محتاج ايه معاك وانت مسافر دولة تانية اكيد محتاج باسبورت اللي هو الجواز الصفر اولا تحت فيه الفاظ متعبر عن اسماء تعد واسماء ايه لا تعد كلمة تعد وبالتالي هعزف كلمة little وكلمة less دول مع الكميات مع شايف كلمة then يبقى عايزين مقارنة مقارنة بكلمة ايه سافرت عشر سنين برا البلد فلما رجعت القرية بتاعتي ما قدرتش اتعرف على ملامحها وطرقها ومبانيها يبقى كلمة تتعرف على اسماء ريكو جنايز يعني يتعرف على النون يعني مجهول غير معروف ريلايز يعني يدرك هارد ووركين هارد ووركين مجتهد طير دي يعني مرهق نويز يعني مزعج ليز يعني كسلان او كسوق روح على سؤال ريريت it withноз End last week he lives in so is عايش في السوياس اشتغل بكلمته دي اسمها عندنا الضمائر الموصولة الغير محددة كلمة هو عايدة على مين في الجملة الأولى على كلمة انكل هاجي هنا اعمل علامة x كده وعارف ان هنا في جمله تبدأ بكلمة ايه هو. تاني هو عايدة على مين في الجملة الأولى على عاقل اللي هو My Uncle هاجي بعد My Uncle كده بأنامي كده اعمل علامة x is in في جملة هنا تتحط او لهو. نروح على الجملة التانية. هل فيها اي لفظة او اي ضمير? عايدة على نفس دوت? ايوة. هنحزف كلمة هي ونحط مكانها ايه? كلمة هو. اصبحت الجملة التانية. ناخد بقى التكوين ده كله كده. نحط فين? بعد كلمة انكل. نحط قبليه كما وبعده كما. يبقى الجملة انهي واحد فيهم بقى. يبقى فيه هنا كما وهنا كما. ونقول كما مر. ليه حطين كما هنا وكما هنا. عشان دي معلومة فرعية ثانوية. معلومة او جملة اعتراضية. يمكن حاسفها من الكلام وتظل المعنى صحيح والجملة صحيح. تعالى عن شرهم خلص كده? يبقى جملة ازاي? هبا كان بتعرف تتكلم لغتين لما كان عند عشر سنين. قد نقاعدة بتقول ان كلمة بتسوي ايه بل بس ايه بل هنا لازم قبليها فيرب تو بي وز او وير وبعدها تو. هبا مفرد يبقى وز ايبل تو. هنشيل بس كلمة كود نحط كم كلمة تلات كلمات. وز ايبل تو. يبقى هبا وز ايبل تو سبيك تو لانجوشز وينشي ووس تن. اي ادفايس يو تفزت اسوان. انا انصحك انزر اسوان برا كلمة شد. كلمة شد بتساوي اي ادفايس يو تو. كلها بتشال عندنا. وابدأ احط فاعل وشد. يبقى يوشد فيزت ايه اسوان? يوشد فيزت الاسوان. روح على اخر سؤال اللي هو البراجراف. اه في الانتحان اصبح البراجراف من مية لمية وعشرة كلمة. مش بنعد الجمل بيقى فيك كلمات. فانت كده مجازا يعني ممكن تكتب اربعتاشر جملة صغيرين او تكتب عشر جمل كل جملة فيها احداشر كلمة او عشر كلمات. احنا مش في الانتحان هنعد لكن هنحاول نكتب كتير في الانتحان. طلعوا اكتر او اقل. طالما المصحح لقى الكلام مكتوب كتير قدامه. والمعلومات اللي مكتوبة كلها اه ليها علاقة بالموضوع بتاعنا وفي مقدمة وفي خاتمة وهكذا الدنيا بتمشي ان شاء الله بازن الله. اول موضوع سهل جدا. رياضة بتحبها او. دي مقدمة. ودي حاجة عامة الاول. بحب مارس سياضات فقط فراغي. the most interesting spot. that i like. to play or to do is a fob. it's a very exciting sport. i play it in my free time. and at the weekends. i play football with my friends. we play it in the club which is near my our house. i play it to be active and fit. بالعبة عشان اكون نشيط وعندي لقابة دانية. it teaches me علمتني رياضية. to be helpful in the team. اكون متعاون في الفريق. my favorite team is الاهلي. i watch all the matches of my team at the stadium with my friends. my favorite player is محمد صراح. who plays in england for liverpool. football has many rules. بيكلم بقى عن قواعد اللعبة. to follow. you mustn't touch the ball with your hands. ممنوع تنمز القرى بين ديك. you mustn't say bad words to the referee or the other players. ممنوع تزعع او توصل اه على في واجه الحكم او تقول الفاص مش كويسة للحكم ولا للاعبين الاخرين. the team was the most goals win the match. قاعدوا عندنا بتقول الفريق اللي بيحرز اهدف اكتر هو اللي بيفوز. my family encourages me to be a good footballer. العلتي بتشجعنا بقى لعب كويس. i hope i will be a famous football player in the future like محمد صلاح. نفس اكون زي محمد صلاح فين في المستقل. ده بارغراف الاولاني عن الرياضة. ركبة التاني بيقول لك the importance of modern technology. اهمية التكنولوجيا الحديث. i'm going to talk about very important topic. technology is very important our life. we use different forms of technology every day. different forms يعني اشكال مختلفة. انواع مختلفة من التكنولوجيا كل يوم. technology makes our life easier and the better. التكنولوجيا جعلت حياتنا اسهل وافضل. the most useful forms of technology are. اخترت عندنا هنا نوعين من التكنولوجيا. هم اهم حاجة بالنسبة لنا. smartphone and the internet. اختراعين اتنين غيروا حياتنا الانترنت والاي التليفونات ازا كي. we can use them in many different ways. نستخدمهم بطرق مختلفة. we can use smartphone at any time and anywhere. نستخدمهم في اي وقت وفي اي مكان. it's very easy to carry it everywhere. سهل جدا نشي الموبايل في اي مكان. we can use it to serve the internet. serve يعني نتصفح. student can use it to search online and get a lot of information. we can use it to communicate with our friends and family. تواصل مع العيلة والاصحاب. it has a good camera. موبايل في كامرة كويسة. so we can use it to take a very good photos. او very good photos عنا طول من غير اي عشان نجمع. we can use it to make and watch videos. نعمل فيديوهات ونتفرق دي على الفيديوهات برضو. it's very helpful to do business online. وكمان بيساعدنا نعمل بعض اعملنا واشغلنا على الانترنت. we can use it for entertainment. يمكن استخدامهم في الترفيه. we can use it to play online games. we can use it to listen to music. it's fantastic او اميزنج ايه. كده الحمد الله شباب خلصنا اخر امتحان في امتحانات المحافظات بتاعت الترم الاول السنة اللي فاتت. ان شاء الله هنبدأ مراجعة بقى نوعية كده. يعني مراجعة نوعية. ان احنا ناخد اسئلة محددة. ناخد مسلا حلقة كاملة عن الدياليجز. حلقة عن. حلقة عن الجرامر. حلقة على البراجرافز ان شاء الله بازن الله. اه يا رب نكون استفادنا من فيديو النهاردة. اتمنى يكون استفادنا منه. اه لو عجبك الفيديو. اه يا ريت نعمل اشترك في القناة ونفعه على الجرس. عشان يوصل لك كل جديد. وكمان يا ريت نعمل لايك. دعم لينا ان شاء الله. عشان كل لا يستفيد. وشوفكم على خير ان شاء الله في المراجعات. وربنا وفق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو.